كما قام التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بزيارة للسيدة نوال والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر وذلك تنفيذا لتوجهات رئيس سيسي والذي تصادف مرور موكبه أثناء جلوس السيدة نوال على الرصيف في منطقة أبو رواش وبعد حديث مع السيدة نوال وجه رئيس سيسي بتنفيذ كافة احتياجاتها وبناء على تكليف الرئيس السيسي قام التحالف الوطني بزيارة للسيدة نوال وتم إهداؤها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي هذا وبالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها فضلا عن تحقيق حلمها لأداء عمرة وأشار التحالف الوطني إلى أنه جاري تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة